السلام عليكم و اهلا بكم نهاردة في حلقة جديدة في قناتكم اكل و شرب النهاردة هنتكلم سوى عن اطباق الفوم او كبيات الفوم او بصفة عامة الخامة بتاعت الفوم اللي بتستخدم فيه تغليف كتير من المواد الغذائية كتير مننا لما بيدخل السوبر ماركت بيلاقي معظم انواع الاجبان مغلفة في اطباق فوم وعليها البلاستيك استريتش كمان برضو الدواجن واللحوم بانواعها المختلفة بنلاقيها برضو بنلاقيها في معظم الاحيان مغلفة في الطبق الفوم دوت وبرضو عليها البلاستيك الشفاف اللي بيبقى على المادة الغذائية من بره وكتير برضو مننا شاف على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى في بعض الجرائد الالكترونية ان مادة الفوم دي تعتبر مادة مسرطنة وبتحذر من استخدامها وفي بعض البلاد حضرت استخدام الكبيات الفوم تحديدا عشان بتتعرض لدرجة حرارة عالية مع المشروبات الساخنة سواء القهوة والشاي في حين ان في بعض البلاد بتوجيز استخدام متدول مادة الفوم ديت لتغليف المواد الغذائية وما فيش فيها اي مشكلة يا تارى احنا كمستهلكين نسمع كلام مين وهل تعتبر فعلا مادة الفوم ديت مادة امينة صحيان ولا لا مادة الفوم تعتبر من احد مشتقات صناعة البتروكيمويات وتعتبر احد الخامات للبلاستيك رقم 6 كنا عملنا حلقات سابقة عن انواع البلاستيك ودرجاته والارقام بتاعته والرموز وافضل استخدام لكل رمز منهم هنسيب لكم رابط الحلقة في الوصفة اسفل الفيديو لو احنا مسكنا اي طبق من الفوم زي ما قلنا ممكن يكون اسود ممكن يكون اصفر ممكن يكون اي لون لو احنا قلبنا الطبق كده وبصنا على البيانات اللي عليه هنلاقي مكتوب عليه اه مسلس وعلامة او اه حرفين جنبه كده بي اس والمسلس جوار رقم 6 ده يدل علي نوع خامة البوليستيرين او خامة الاستيروفوم او بلاستيك رقم 6 ايا كان المسمى دي كلها مسميات لخامة واحدة هي الخامة اللي اسمها العلمي بوليستيرين او عديد الاستيرين مشكلة المادة ديت ان هي مكونة من بوليمرات لما بتتعرض لدرجة حرارة منخفضة او مرتفعة وخصوصا في درجة الحرارة المرتفعة مع كوبايات مسلا الشاي والقهوة بينتقل جزء من المادة ديت لمادة الغذائية اللي انا حطه في الطبق او في الكوباية وبالتالي مادة الاستيرين دي بتخش جوه المادة الغذائية طيب لما تدخل في المادة الغذائية والانسانية تناولها هل ده بيشكل خطر على صحيته هل ده ممكن يسبب امراض هل العلم اثبت فعلا ان المادة دي ممكن تشكل خطر على الصحة العامة في الحقيقة الموضوع ده محل خلاف علمي والخلاف العلمي هنا مش ان مادة الاستيرين دي بتنتقل للاكل ولا لا هو الخلاف حوالين هل المادة دي فعلا مؤسرة على صحيتنا ولا لا في بعض البلاد خدت بالابحاث اللي بتقول ان المادة دي امنة تماما والانتقال اللي بيحصل ده بيحصل بالكميات صغيرة جدا بل متنهية في الصغر وبتأثرش خالص على فقران التجارب وبالتالي ليس لها اي تأثير على صحة الانسان عشان كده البلاد اللي بتخب بالابحاث دي بتجيز استخدام المادة وتصرح باستخدامها والمادة دي تعتبر مجازة وبتستخدم في كل المحلات بدون اي حظر وبدون اي شروط وعلى رأس طبعا البلاد دي تلولات المتحدة الامريكية لان رأي الاف دي ايه او هيئة الغذاء والدواء الامريكية ان المادة دي امنة وفيش فيها اي مشكلة كذلك برضو في الوطن العربي عندنا المملكة العربية السعودية هيئة الغذاء والدواء بتجيز استخدام المادة دي بتقول ان هي مادة امنة لانها زي ما قلنا بتستند على الابحاث اللي بتقول ان مفيش منها اي ضرر بس في بعض الدول زي بريطانيا مثلا بتقول ان المادة دي التراكميا لو احنا استخدمنا اطباق الفوم وبالذات كبيات الفوم للشاي والقهوة بتأثر على صحة الانسان بمعدل التراكمي لانها بتتراكم جو جسم الانسان وبتشاكل خطورة على الصحة العامة على او على المادة الطويل عشان كده هنلاقي في بعض البلاد خدت بالرأي دوت ومنعت استخدام اكواب الفوم في بيع الشاي والقهوة في الكافيهات وما الى ذلك وبرضو منعت استخدام اطباق الفوم في تغليف اي مادة غزائية واستبدلتها بالاكواب الورقية اللي هي ممكن تتحلل بيئيا مفيش فيها اي مشكلة وعشان نشوف خلاف العلمي ده وتوصل لايه عندنا مسلا مسلا بسيط امارة الشرقة في الامارات العربية المتحدة بتمنع استخدام الاكواب اللي مصنوعة من خامة الفوم وكمان برضو الاطباق المصنوعة من خامة الفوم وهنسيب لكم في الوصفة اسفل فيديو رابط لبرنامج اخباري بيوضح ازاي ان امارة الشرقة منعت استخدام اطباق الفوم واكواب الفوم في حين ان امارة ابو ظبي اللي في نفس الدولة بتوجيز استخدامها وبتقول ان هي امنة وما فيش فيها اي مشكلة. يبقى الموضوع كده في خلاف علمي في رأي بيقول ان هي امنة وما فيش فيها اي مشكلة وهو ده الرأي الاكتر واللي عليه ادلة اكتر واللي الابحاث تتعاملت فيه بشكل اكبر وفي رأي تاني وان كان اقل بس بيقول ان المادة ديت بتنتقل وبتتراكم في جسم الانسان وبتشكل خطورة. انا كمستهلك استخدم اطباق الفوم ازاي? عشان ابقى امن واخد كل الاحتياطات على صحتي وصحة اسرتي. من المفضل ان انا لو اشتريت اي مادة غزائية محفوظة في طبق فوم ان انا اول ما اوصل للبيت اطلعها من طبق الفوم وحطها في علب الحفظ سواء انها بالحفظ اللي عندي ديت من الزجاج او من البلاستيك رقم خمسة اللي تكلمنا مرضو عنه قبل كده. وحطها في التلاجة وياريك كمان الليلة بدي يكون في لها غطى محكم الغلق عشان اقدر احفز على المادة الغزائية بالذات لو اجبان ان هي تنشف او الرطوبة بتاعتها تقيله بالتالي اه اقدر احتفظ بيها الفترة طويلة جوة التلاجة. كمان برضو ممكن اقلل الاستهلاكي من شرب الشاي والقهوة في اطباق الفوم واستبدلها زي ما قلنا بالاطباق الورقية اللي ممكن تكون اقمى من ناحية الصحية على صحة الانسان ولو انا معدل تناولي اه الشاي والقهوة والمشربات الساخنة خارج البيت بيبقى قليل مفيش مشكلة ان انا استخدم اطباق الفوم لان زي ما قلنا اه الموضوع له رأيين ومفيش رأي اقدر ارعب بيه الناس واقول ان هي مادة مسرطنة واحذر والكلام اللي احنا بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي ده. كمان برضو اه للامانة في بعض السوبر ماركت بتحط اه اسفل الطبق يعني في قاعة طبق كده وبتحط المادة الغذائية فوق دوت وبتحط عليه الطبقة المغلفة من برة في المادة الغذائية بين طبقتين بلاستيك وبيمنع ملامسة المادة الغذائية لطبق الفوم وبالتالي اه كده يبقى طبق الفوم امن من ناحية الصحية ما فيش فيه اي مشكلة. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة عن اطباق الفوم يا رب ان شاء الله نكون قدرنا نفيتكو اه بمعلومة لو حسيت الفيديو ممكن يفيد حد غيرك يا ريت شارك الفيديو وما تنساش لايك الفيديو واشتراك القناة وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته